يعني سؤال راقي جدا وراع في مضمونه أنا قلت قبل قليل هي ليست حرب وإنما هي قصف متبادل في هذه التحركات الإيرانية الآن أنا أراها أن إيران تسعى إلى احتواء هذه الضربة وإلا فنحن سنكون أمام قصف وقصف وقصف هذه معادلة سوف لا تنتهي ستبقى وهذا لا يمكن تحقيقه في العلاقات الدولية لكن إيران أيضا لا تسعى إلى توسيع دائرة العداء لها يعني أي عملية ضرب الآن إذا تطورت في ضرب الآن إذا ضربت ضربة محددة إسرائيل إذا قلنا أن القصف الإيراني سيرد مرة ثانية قد تتضرر منطقة الخليج العربي هذه المرة هل إيران مستعدة إلى فتح جبهات مع أقطار الخليج العربي وتستطيع أن تفتح جبهات معادلة أخرى؟ لا الآن هي تسعى في هدف رئيسي إلى إعادة علاقتها مع المنظومة العربية وتحديدا الخليج العربي وباقي الدول العربية الآن نراها سودان مصر جزائر تونس تحاول دائما أن تعيد هذه هل هي الآن تستطيع هل هي الآن تعمل على توسيع هذا الجانب أم إيقافه؟ لا أنا أرى أنه هي ماشية بيضة الضربة محددة ستأخذها بنظر الاعتبار وتقول خلاص يعني وطبعا هذه مقابل ماذا؟ يعني سيكون هناك نعم إذا لم يكن هناك قصف سيكون هناك أيضا اعتبارات أخرى يعني أنت لا تضرب لكن سأحقق لك أمور أخرى سيكون هناك انفتاح نحن نعلم أنه الآن الإيرانيون ينتبهون ويترقبون نتائج الانتخابات الأمريكية يجب أن تكون الانتخابات يعني من نتائج الانتخابات الأمريكية يجب أن إن كان الديمقراطي فهو متفاهم معه يعني متفاهم معه لأن هناك علاقات وهناك لقاءات وهناك مفاوضات أما إذا كان مع الجمهوري هو يعلم ماذا العلاقة مع الجمهوري ولكن لا يريد أن أول ما يستلم الجمهوري يستلم وضعا شائكا في منطقة الشرق الأوسط وإنما يراه بداية إلى علاقة قد تكون مفتاح لعودة العلاقات بين إيران وأمريكا بالشكل الصحيح اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا